من دعائه عليه السلام في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحدا يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهه إليك ووفد بحسن ظني إليك إذ جميع إحسانك تفضل وإذ كل نعمك ابتداء فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزيك وقوف المستسلم الذليل وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعين مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك ولم أخلف الحالات كلها من امتنانك فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسابت وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح مرتك أبت أم أوجبت لي في مقامي هذا سطاك أم لزمني في وقت دعائي مقتوك سبحانك لا أي أسمين وقد فتحت لي باب التوبة إليك بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخف بحرمة ربي الذي عظمت ذنوبه فجلت وأدبرت أيامه فولات حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضات وغاية العمر قد انتهت وأيقن أنه لا محي صلومك ولا مهرب له عنك تلقاك بالإنابا وأخلص لك التوبة فقام إليك بقلب طاهر نقي ثم دعاك بصوت حائل خفي قد تطأطأ لك آفا حناء ونكس رأسه فلثناء قد أرعشت خشيته رجليه وغرقت دموعه خدايه يدعوك بيا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون ويا أعطف من أطاف به المستغفرون ويا من عفو أكثر من نقمته ويا من رضاه أوفر من سخطه ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز ويا من عود عباده قبول الإناب ويا من استصلح فاسدهم بالتوبة ويا من رضي من فعلهم باليسير ويا من كافى قليلهم بالكثير ويا من ضمن لهم إجابة الدعاء ويا من وعدهم على نفسي وتفضلي حسن الجزاء ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت عليه أتوب إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما فرط منه مشفق مما اجتمع عليه خالص الحياء مما وقع فيه عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظمك وأن التجاوز عن الإثم الجميل لا يستصعبك وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكأدك وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكفار عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار وأنا أبرأ إليك من أن أستكبر وأعوذ بك من أن أصير وأستغفرك لما قصرت فيه وأستعين بك على ما عجزت عان اللهم صل على محمد وآله وهب لي ما يجب علي لك وعافني مما أستوجبه بك وأجرني مما يخاف أهل الإساءة فإنك مليء بالعاف مرجو للمغفرة معروف بالتجاوز ليس لحاجتي مطلب سواك ولا لذنبي غافر غيرك حاشاك ولا أخاف على نفسي إلا إياك إنك أهل التقوى وأهل المغفرة صل على محمد وآل محمد واخد حاجتي وأنجح طلبتي واغفر ذنبي وآمن خوف نفسي إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير آمين رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر